موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة الذي سنتناول فيه أبرز وأهم العنوين الواردة في الصحافة العربية والصحافة اليمنية الصادرة اليوم نبدأ معكم من الصحافة اليمنية بداية من موقع نيوز يمن جاء في هذا الموقع بيان للقوى السياسية بتاعز أكثر من 2600 شهيد مدني ومقاوم وأكثر من 10 ألاف جريح 70% منهم أصيبوا بإعاقات دائمة في التطورات نقل الموقع عن مصدر بالقول الوفد اليمني لن يغادر الكويت آملا في وصول وفد الحوثيين وفي موضوع متصل عمان تسعى لإقناع الحوثيين بالذهاب إلى المفاوضات اليمنية في الكويت ومن العناويل إلى تفاصيل خبر الرئيس هادي وموقفه من دولة الإمارات يقول الموقع أكد الرئيس هادي عن موقفه الرافض للحملة الإعلامية ضد دولة الإمارات التي تشنها وسائل إعلامية على خلفية سياساتها التي تبنتها مؤخرا وخاصة سحب قواتها المشاركة ضمن قوات التحالف في مأرب ودعمها للقوى الجنوبية الداعية لفك الارتفاط وتقديمها مؤخرا طلبا إلى أمريكا يتضمن دعما عسكريا يساعد في شن هجوم جديد ضد تنظيم القاعدة باليمن وقال الرئيس هادي خلال اجتماع بمستشاري في الرياض إن الحملة الإعلامية التي تتبنها بعض الوسائل الإعلامية وبعض ممن لا يدركون المصالح العليا لشعب اليمني وشعوب دول مجلس التعاون لا تمثل السلطة الشرعية كما لا تمثل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة لها وأكد الرئيس هادي خلال الاجتماع الذي حضره نائبه ورئيس الحكومة على عمق العلاقة الثنائية والاستراتيجية بين اليمن ودولة الإمارات والتي تجمعه أيضا بقيادات الدولة الإماراتية التي تقوم على قواعد ثابتة ومصالح مشتركة تتعلق بأمن الدولتين والمنطقة عموما نتحول إلى موقع المصدر أولاي نستعرض في صفحة الرئيسية ولد الشيخ مسجدات آخر موعد انطلاق المشاورات في الكويت والساعات المقبلة حاسمة في أشان العسكري ميليشيا الحوثي وصالح تنتهك الهدنة مجددا وتهاجم مواقع الجيش الوطني في مأرب ونهم وذكر الموقع أب ميليشيا الحوثي وقوات صالح تداهي مقارية في يريم وتختطف عددا من المدنيين أما في التفاصيل اهتم الموقع بتطورات التي تشهدها محافظة البيضاء يقول في هذا الخبر قال مصدر محلي في محافظة البيضاء إن ميليشيا الحوثي وصالح تواصل خروقاتها للهدنة بشكل مستمر وتقصف مواقع المقاومة ومنازل المواطنين في مختلف المناطق في المحافظة وأضف أن الحوثيين قصفوا قرية صرار الخشم بقيفة بالمدفعية ثقيلة كما حاولوا التقدم إلى منطقة كساد بمديرية الزاهر ويتابع الموقع وقصفت الميليشيا مواقع المقاومة الشعبية في منطقة عبل الوهبية بقذائف الهون وأشار المصدر أن المقاومة أكدت التزامها بالهدنة وقالت إن لها الحق في الدفاع عن النفس إزاء الهجمات المتواصلة من قبل الحوثيين وقوات صالح اليمن بين السهل والممتنع تحت هذا العنوان كتب وزير الخارجية السابق رياض ياسين مقال نشره موقع المنظر أونلاين وتترق إلى مشاورات الكويت ومواقف وفد الميليشيا والمخلوع من التسويات السياسية يقول في المقال إن عكست الإحباطات والانتكاسات المتعاقبة في الوصول إلى حل سريع لما يحدث في العراق وسوريا وليبيا على غرار ما قد يحدث في اليمن الآن وما يمكن أن تنتج عنه مشاورات الكويت ومن السهل فيهم وتحليل واتخاذ موقف أو مواقف لما حدث في اليمن وليس هناك الكثير من التعقيدات والألغاز في تحديد الأولويات والعمل على إجبار وفداء الحوث وصالح على الالتزام بها ثم تنفيذها على الواقع والأرض فهي مبنية على القرارة الدولية وخاصة القرار 22-16 وعلى المبادرة الخارجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل مشاورات الكويت والحديث المنفصل عن الواقع والأحداث فمع الإمعان في التدمير والقتل وإسقاط المؤسسات والحصار للمدن الذي قامت به ميليشي الحوث وصالح لن يكون من السهل تجاهل ذلك أو التغاضي عنه لكن في رأيي أن المبدأ الأساسي والذي لابد من الالتزام به في المشاورات القادمة أنه علينا أولا أن نضع المشكلة الحالية أو المعضلة لما حدث في اليمن ابتداء من انقلاب الحوثيين وصالح وكيفية معالجتها أو وضع الحلول والاتفاقيات والتنفيذ السلمي والمزمن الآن وفي هذه المرحلة التركيز الحصري أي كما يقال في الوسط أو في المركز في المشاورات وعلى الطاولة مباشرة ليس فقط الاكتفاء بالإدانة وتحجيم ردود الفعل وبحاولات التوقيع المستعجل دون ضمانات أو تزمينات أو وضوح والتساؤل ما هو العمل في حالة عدم التنفيذ وعدم الالتزام والقيام بخرق وقف إطلاق النار ونقض الهدنة والاستمرار بكل هذا العبث والتدمير والجرائم في اليمن وضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية من موقع الموقع نطالع في صفحته الرئيسية سياسيون وناشطون تأخر وفد الإنقلابيين استهتار بالمجتمع الدولي ذكر الموقع أيضا المبعوث الأممي يدعو الإنقلابيين إلى عدم ضياع فرصة السلام الأخيرة أما في شأن السياسي أيضا تناول الموقع خبر موقف الحكومة من غياب وفد الميليشيا في مفاوضات الكويت يقول الموقع جدد وفد الحكومة التزامه بمسار السلام بناء على ثوابت المعلنة للمشاورات والمتمثلة بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمة القرار الفين ومائتين وستة عشر والمبادرة الخليجية وآليات التنفيذية وكذا مخرجات الحوار الوطني الشامل وقال الوفد اليمني في بيان له صدر مؤخرا تجاوبا مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ورغبة منا في إنهاء معاناة شعبنا من ويلات الحرب المفروضة عليه من قبل الانقلابيين وأضاف البيان التزم وفد الحكومة اليمنية بالحضور في الموعد المحدد للمشاورات بدولة الكويت الشقيقة وقابل ذلك عدم حضور الانقلابيين ومواصلة سلوكهم اللامسؤول في المماطلة والتسويف وأكد الوفد الحكومي أن مشاركته في المشاورات تأتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن وفقا للمحاور الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وأضاف البيان أن الوفد يقدر الجهود البناء التي قام ببذلها السيد إبسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق على عقد هذه الجولة من المشاورات كما أكد وفد الحكومة بأنه سيتعامل بمسؤولية مع جهود مبعوث الأمم المتحدة مؤكدا أن السمرار مثل هذه التصرفات والسلوكيات اللامسؤولة لا يمكن القبول بها والتغاضي عنها نتحول إلى موقع يمن مونيتور ونستعرض فيه الحوثيون يتجاهلون تأخرهم عن مشاورات الكويت ويزعمون حرصهم على الحوار ذكر الموقع سفراء الدولة الثمانية عشر يعبرون عن تقديرهم لوصول وفد الحكومة اليمنية إلى الكويت كما تناول الموقع عبد العزيز جباري لدينا كامل الصلاحيات للتوقيع على اتفاق يضمن تنفيذ القرار 2216 ويضيف الموقع في أخباره وفد الحكومة عدم حضور الحوثيين لمشاورات الكويت يعكس استهتارهم بدماء اليمنيين نذهب إلى خبر اعتداء الميليشيا على طالبات كلية الإعلام بجامعة صنعاء نقرأ في تفاصيل هذا الخبر أقدم مسلحون حوثيون وموالون لهم على الاعتداء على طالبات بكلية الإعلام في جامعة صنعاء أثناء وقفة احتجاجية جوار الكلية وقالت إحدى الطالبات المشاركات في الوقفة ليمن موليتور إن مسلحي الحوثي استخدموا عاربة مدرعة وأربع دوريات عسكرية وعشرات من الشرطة النسائية التابعة لهم إلى حرم الجامعة للاعتداء على الطالبات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية وأضافت الطالبة التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية أن الوقفة كانت لتنديد بالوضع الذي وصلت إليه جامعة صنعاء وقيام تابعين لجماعة الحوثي بتغيير رئيس الجامعة وعميد كلية الإعلام وعمداء كليات أخرى بقوة السلاح كما يتابع الموقع قام المسلحون الحوثيون والشرطة النسائية بأخذ شعارات الوقفة التي نظمتها الطالبات وقاموا بحرقها قبل أن يعتدوا على بعضهن بالضرب وإطلاق الشتائم واتهامهن بالانتماء لما يسمى تنظيم الدولة داعش وتهديدهن بالاعتقال إذا ما قمنا برفع أي من الشعارات الخاصة بالوقفة مبررات أخرى للحوثيين بهذا العنوان كتب عدنان هاشم مقالا في موقع يمن مونيتور وتحدث عن درائع الميليشيا وموقفها من المحادثات يقول الكاتب حتى الآن لم يذهب وفد الحوثي وصالح إلى الكويت لإجراء المشاورات قبل أيام كانوا يؤكدون مرارا وتكرارا ذهابهم إلى المشاورات بدون شروط مسبقة كان الوضع متأزما في صنعاء كما كان مثيرا للسخرية في الكويت فوفد الحكومة هناك ينتظر وصول شريك المستقبل الذي لم يأتي حسب مقاله ناطق الحوثيين فإنهم يريدون أجندة تؤسس لمرحلة جادة من الحوار البناء والمسؤول يؤدي إلى إرساء مسار سياسي يعتمد الشراكة والتوافق وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات المعروفة وليس لاستمرار العدوان وانتهاج سياسة الإقصى هذا الحديث يستهدف عدم رغبتهم بالحضور وفق قرار مجلس الأمن 1216 والمرتكزات الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وفي مقدماتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرة والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بالرغم أن هذه المحاور سبق وأن ذكرها والد الشيخ في مارس الماضي فإن كان الحثيون وصالح يريدون الاستيضاح كان يفترض في ذلك أن يتم في وقت مبكر 30 يوما أليست كافية لمناقشة المرتكزات الخمسة لكن يبدو أنه استهلاك أكبر للوقت وممارسة المزيد من الضغوط لن نذهب حتى تنفذ شروطنا أو بصيغة المتفائلين أن خلافا بين الحثيين وصالح اندلع قبل ساعات هذا ليس المثير في تبريرات الحثي والصالح المثير هو سياسة الإقصاء فإن كان الحثيون سيذهبون إلى الكويت فبالتأكيد أن الجميع ينظر لهم على أساس شركاء في صنع مستقبل البلاد ختام جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت نقرأ في صفحة الرئيسية وزير الخارجية وفد الحوثي وصالح يتحدى المجتمع الدولي في عنوان آخر لجنة التهديئة في تعزل انقلابيون لم ينفذ وقف إطلاق النار وفك الحصار كما ذكر الموقع استمرار خرق الهدن من قبل الحوثيين وقوات صالح بمأرب ركز الموقع على خبر إشهار رابطة باسم أمهات المختطفين نقرأ في تفاصيل هذا الخبر أشيرت في العاصمة صنع رابطة أمهات المختطفين خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة مطالبة بسرعة إطلاق سراح كافة المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع وفي بيان الإشهار استنكرت رابطة أمهات المختطفين صمت الحكومي والدولي المطبق تجاه ملف المختطفين والسكوت عما يحدث لهم في الزنازين من تعذيب ممنهج ويومي وعدم السماح للأهالي بزيارة أبنائهم والإطمئنان على صحتهم ومنع الطعام والدواء عنهم وفي رسالة تم تسليمها إلى مندوب في هيئة الأمم المتحدة ناشدت أمهات المختطفين المبعوثة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المختطفون في سجون الميليشيا مشاهدين بهذا القدر نكتفي من الصحافة اليمنية سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإستعراض أبرز ما تناولته الصحافة العربية الصادرة اليوم ابقوا معنا نعود الترحب بكم مجددا مشاهدين الكرام ولمطالعة أهم وأبرز ما قالت الصحافة العربية الصادرة اليوم نبدأ من العربية الجديدة التي عنونت المحادثات اليمنية وفد الحكومة يطالب بموقف تجاه الستار الحوثيين عنونة الصحافة أيضا اليمن يستنجد بوديعة دولارية لإنقاذ الريال قالت الصحافة لا ترى وزارة التخطيط اليمنية أفقا لوقف تدهور العملة المحلية دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة العروض والتعامل مع مطالب المستوردين وقال وزير التخطيط اليمن محمد الميتمي في تقريره شهري الذي يصدر عن وزارته إن بلاده استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفذت جميع الحلول وأنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد وبعض استقراره يرى الوزير أن المصرف المركزي استخدم كل ما لديه من أدوات السياسة النقدية وغير النقدية بما فيها رصيده من المصداقية التي تتمتع بها قيادة المصرف فضلا عن اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف لكن الأجواء التشاؤمية للأزمات التي يعيشها اليمن وأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية ألقت بظلالها على الوضع النقدي ويفيد أن العملة المحلية فقدت حدود 25% من قيمتها وتآكلت المداخيل الحقيقية للأفراد ومعيشاتهم بنحو ذلك وتستند الصحيفة إلى تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليمنية لشهر إبريل الجاري ضرورة تبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية مثل وضع وديعة خارجية في المنك المركزي اليمني بخمسة مليارات دولار وتقديم دعم مباشر لسد عجز الموازنة العامة للدولة أما بالتحول إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي تابعت مفاوضات الكويت وقالت في أحد عنوينها الكويت تسعى لعقد مفاوضات اليمن الجمعة بعد تخلف الحوثيين وصالح وتقول التفاصيل نقلا عن مصادر مطالعة إن الكويت تبدل جهودا حثيثة لعقد مفاوضات اليمن يوم الجمعة المقبل وذلك بعد تأجل انطلاق المفاوضات المقررة في الكويت أمس بسبب تخلف وفد المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحضور في حين تردد بعض الأنباء عن قيام سلطنة عمان بمشاورات واتصالات لإقناع الحوثيين بالتزام موقفهم المعلن بالمشاركة في مفاوضات السلام كما تنقل الجريدة ما قاله الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قال إن السبب هو وجود خلافات بين الحوثيين وأنصار صالح بشأن الهدنة على الحدود السعودية اليمنية أما بالانتقال إلى صحيفة المستقبل والتي عنونت فيما يخص مفاوضات الكويت أيضا وفد الشرعية مصمم على إنجاح المفاوضات حقنا لدماء اليمنيين والحوثيون وصالح يهددون السلام وإيران في دائرة الاتهام تقول الصحيفة قبل أن تنطلق مشاورات السلام اليمنية في الكويت أطلق الإنقلابيون النار عليها مثلما خرقوا وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ليل الأحد في أكثر من مدينة يمنية ممتنعين عن الحضور إلى الكويت في الموعد المحدد أمس لإنطلاق المفاوضات ولا تستبعد الصحيفة أن يكون الهدف إفشال المفاوضات بقرار إيراني وإذا كانت محاولات إقناع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالحضور إلى الكويت باءت بالفشل حتى ساعة متأخرة من ليل أمس فإن المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل والدشيخ أحمد كما تقول المستقبل واصلت صالاته من الكويت مع الحوثيين وسط أنباء عن أمل ضئيل في النجاح بهذه المهمة نظرا إلى ضغط صالح المستمر على الحوثيين لعدم المشاركة الذي عزته مصادر يمنية إلى خشية الرئيس اليمنية السابق من تهميشه في المفاوضات إسوة بما جرى في المفاوضات السابقة التي مهدت لاستحقاق الكويت بعد الكويت لا عذر للحوثيين تحت هذا العنوان كتب محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية مقاله في الصحيفة ويقول لا أجد أي عذر للحوثيين في تغيبهم عن لقاء الكويت بالأمس ولا أرى أي مبرر غير عدم الجدية في المشاركة بالحوار وعدم الحرص على وقف شلال الدم في اليمن كنا نتمنى أن يخيب الحوثيون ظننا هذه المرة ويحضروا لدولة الكويت التي جهزت وأعدت كل شيء لنجاح هذا اللقاء لكن يأبى من أشعل الحرب إلا أن يبقي نارها موقدة بعد أن غيبت القيادات بدأ أنصار الحوثي يضعون الأعبار والمبررات لعدم الذهاب إلى الكويت وبقائهم منتظرين في صنعاء بحجة عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار والكل يعرف من الذي يخرق اتفاق وقف النار يجب أن يدرك الحوثيون أن تغيبهم بالأمس يجعل موقفهم سيئا أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي وأمام أصدقائهم وأمام كل من يريد مساعدتهم هذا السلوك من الطرف الحوثي ليس جديدا فقد تكرر في جولات سابقة ويعكس مدى الاستهانة بدماء الشعب اليمني ومدى الاستهتار بالجهود الدولية لحل الأزمة فالمماطلة والتسويف والبحث عن أسباب للتخلف عن حضور اللقاءات مرة تلو الأخرى تكشف عدم جدية الحوثيين في إيقاف الحرب ووضع يدهم بيد الحكومة للمحافظة على دم الشعب وتنفيذ القرارات الدولية وإعادة الهيبة للدولة اليمنية ربما لا تزال الفرصة أمام الحوثيين متاحة للجلوس على طاولة المشاورات برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة التي أثرت كثيرا على اليمن فلم يكن أحد يتمنى أن لا تعقد مشاورات الكويت أو تفشل كما فشلت المحادثات السابقة في يونيو وديسمبر الماضيين في إنهاء الحرب وسمح الصراع لمقاتلي تنظيم القاعدة بالسيطرة على أراضي بجنوب اليمن كما فتح مجال لداعش للحصول على موطئ قدم في اليمن أخيرا من المهم أن يدرك اليمنيون أنهم مطالبون بالتحلي بالمرونة وحسن النية للتوصل إلى الحل السياسي المنشود إلى صحيفة الخليج والتي وصبت تأخر رسول وفد الميليشيا إلى الكويت بأنه طارئ وعنونت مساعا كويتية أممية لإقناع أطراف الصراع باغتنام الفرصة وطارئ حوثي يؤخر انطلاق المفاوضات اليمنية تقول الصحيفة تسبب وفد الإنقلابيين على الشرعية في اليمن في عرقلة انطلاق مشاورات السلام اليمنية اليمنية التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الاثنين في الكويت ووفقا للصحيفة فقد عز المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التأخر إلى بعض المسجدات التي حصلت في ساعات الأخيرة وأكدت مصادر مطالعة أن تأجيلها إلى اليوم سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة ووفقا لصحيفة الخليج فقد أبدت الكويت استياءها شديد من عدم حضور وفدي الحوثيين وعلي عبدالله صالح مساء أمس الأول كما كان مقررا لبدء محادثات السلام اليمنية وعدم الاعتدار عن عدم الحضور عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة لمعالجة أسباب ذلك والاكتفاء بتصريحات صحفية لفرض شروط قبيل بدء المباحثات كما أبلغ مصدر الخليج أن هناك تصالات على أعلى مستوى تجري لإثناء الوفدين على قرارهما والحضور إلى مائدة المباحثات المفتوحة من دون تحديد سقف زمني لحل جميع المشاكل العالقة وأوضح المصدر أن هناك أطراف خارجية من خارج الوفدين أثرت في قرارهما لإفشال المباحثات معاربا عن أمله في أن تنجح الجهود المبدولة حاليا للتوصل إلى حل لتلك الأزمة لبدء المفاوضات مشيدا بالوفد الحكومي الذي حضر في موعده وأبدى استعدادا طيبا لتشين مفاوضات جادة تنهي حقبة الصراع المسلح وتخرج اليمن من كبوته الحالية وأكد المصدر أن الكويت لا تملك بمفردها إعلان تأجيل أو إنهاء المفاوضات أو فشلها قبل أن تبدأ الآن لأن الأمر من مسؤولية الأمم المتحدة ومبعوثها أما بالتحول المشاهدين إلى صحيفة البيان والتي عنونت حول مفاوضات الكويت أيضا وفد شرعية جاهز للمفاوضات والأمم المتحدة تحظ المتمردين على عدم إضاعة الفرصة عدم جدية الإنقلابيين يؤجل محادثات الكويت ترى الصحيفة أن ما يحدث الآن يهدف إلى تعطيل جديد للسلام في اليمن قام به الإنقلابيون يعكس عدم جديتهم متدرعين بخلافات نشفت بينهم واشتراطاتهم بعضها ذو طابع أمني عسكري وعلمت البيان أن الجانب الحكومي سيقدم رؤيته لكيفية تطبيق قرار مجلس الأمن والتي تؤكد أن العودة إلى الحوار السياسي غير ممكنة قبل إنهاء الانقلاب وتجاوز ثاري عبر استعادة مؤسسات الدولة والإنسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من العناوين في الصحيفة أيضا جمعيات الهلال الأحمر الخليجية تبحث الخميس تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني كما تقول الصحيفة تبحث لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعية الثاني عشر بمقر الأمان العام للمجلس تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بالانتقال إلى صحيفة عكاض أسعودية والتي تابعت المفاوضات وعنوانت خلافات بين الحوثيين والمخلوع ولد الشيخ يحذر مشاورات الكويت حضرة الشرعية وغاب الإنقلابيون كما عنوانت الصحيفة الحوثيون يستغلون الهدنة لتعزيز مواقعهم وقالت عكاض حملت اللجنة الميدانية لمراقبة الهدنة في محافظة تعز الميليشيا الإنقلابية مسؤولية نتائج خروقاتها المستمرة وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توافقت عليه الأطراف اليمنية يوم السبت الماضي وأبلغت اللجنة الإشرافية العليا أن الميليشيا مستمرة منذ بدء سريان الهدنة في قصف الأحياء المدنية وتعزيز قواتها بمختلف الآليات والأسلحة والمعدات العسكرية في محيط مدينة تعز إذن مشاهدين بهذا القدر وصلنا إلى ختام جولتنا في الصحافة اليمنية وأيضا الصحافة العربية نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نكون قد ختمنا حلقتنا لهذا اليوم إلى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة